يعني بداية دعني أصارحك بسؤال أنا حاولت أن أصطديفك أكثر من مرة في بداية هذه الأزمة لكنك كنت تعتذر في كل مرة اليوم خرجت عن صمتك ويعني حاولت أو بدأت التعليق حول هذه الأزمة سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو في بعض القنوات الفضائية لماذا كنت تلتزم الصمت ولماذا بدأت الحديث اليوم حقيقة أن البرات التي دعوتني فيها كانت إلى جانب وسباب أكثر يعني غير أن ألتزم الصمت حقيقة لما اندلعت هذه الأزمة كان رهن على أنها أزمة عابرة خلاف في البيت الخليجي دأبنا عليه في عدة مرات تقع مثل هذه الخلافات بين الدول الخليجية ولكن التطورات التي حدثت والمدة الزمنية والاستمرار والتداعيات التي صرنا نراها يجب علينا أن تكون لنا كلمتنا من أجل ليس صب الزيت على النار ولا إشعالها أكثر مما هي عليه فالذين يريدون إشعالها كثر في وسائل الإعلام المحسوبة على الطرف أو طرف آخر ولكن يجب علينا أن يكون لنا دور كمثقفين في صناعة رأي آخر غير الرأي الذي صار هناك يعني تخندق حتمي مع طرف أو طرف آخر يا أبيض يا أسود وكأنه لا توجد ألوان أخرى زاهية ومزركشة وتفرح القلوب وتسعدها وترفع درجة الأمل في المستقبل يجب علينا كمثقفين أن تكون لنا كلمتنا لكن المثقف الذي خارج دائرة الأزمة هو مثقف إصلاحي مثقف يريد أن يكون محظر خيء حب وليس محظر حرب هذا الذي أردته صمتي في الأول يدخل في هذا الإطار والناس كلها تتكلم ما يجب أن نتكلم هذا من جهة من جهة أخرى نحن لا نملك حقيقة هذا الصراع كل ما نسمعه في الإعلام أو التصريحات العابرة التي تأتي على ألسلة المسؤولين هي الأسباب الحقيقية كلها تدعيات كلها تقال في المناسبات كلها إشارات ما بين أطراف الأزمة ولكن حقيقة الأزمة وتفاصيلها لا نعرفها وتابعت هذه منذ أشهر ولم أجد أي طرف يريد أن يكشف هذا سر هذا الخلاف الطرف هذا يقول قطر تدعم الإرهاب قطر تقول هؤلاء يريدون أن يتدخلوا في سيادة قطر هذا كلام عام ولكن تفاصيله الدقيقة وتفاصيله التي تجعلنا كمثقفين أن نقول لهذا أنت ظالم وأنت مظلوم غير متوفرة وغير موجودة حتى رغم كل التسجيلات التي نشرت حول مؤامرات قطر ضد السعودية مثلا حول كل هذه الأمور غير مقنعة بالنسبة لك هذه جزئيات وتسريبها بهذه الطريقة بلا أدنى شك أنه يراد فقط حتى تكون تقنع بعض الأطراف ولكن الخلافات الكبرى لا أعتقد أن الدول تبني على تسريبات أنا جلست في مجالس واجتماعات رسمية للدول والله كانوا يجتمون بعضهم بعض ولما ننهي الاجتماع عندما يخرجون أمام الكاميرات التقيت بفخامة إنسان رئيس أو فخامة الوزير يرأى الشقيق من دولة شقيقة وتحدثنا ونشكر وعندما تشاهدين المشهد أمام الكاميرات هو تشاهد كل حب ولكن الكلام الذي في المجالس والخلافات التي تحدث تقول إن هؤلاء سيتضاربون أو يتعاركون أو يعدخن أنا في رأيي أنه ليس المهم أن نقول أنت لهذا الطرف أنت ظالم أو مظلوم نبحث عن قواصم مشتركة يجب أن يكون لدور المثقف هنا في هذه الحالة لا يجب أن يكون دور السياسي فقط السياسي عندما يتخذ موقف يريد حشد كل الناس خلف موقفه حتى يكون معه الحال فقط ولكن المثقف لا ينظر إلى الأزمات بمنظر سياسي ينظر لها بمنظر آخر بمنظر رجل ينظر إلى المستقبل ينظر إلى تداعيتها آتي على مستوى الذهنيات على مستوى العقل العربي على مستوى العقل الإسلامي كيف تحول عندما أتابع شبكات التواصل الاجتماعي وأجد الأعراض يعني لم تعد لها حرمة هذا الطرف يشتم الطرف الآخر بطريقة يعني للأسف سيئة وقذرة جدا وبشعة أقول إلى أين ستؤدي هذه الكراهية الحكومة تختلف عبر التاريخ وتتصادم ولكن الحكومات الواعية لا تجذل هذا التصادم في كراهية داخل الشعوب لأن الشعوب الخليجية مرتبطة قبليا مرتبطة إيديولوجيا مرتبطة يعني أبناء عمومة أنا ألتقيتهم شخص من بلد هذا وأخوه من بلد آخر هو في قبيلة واحدة يعني للأسف الشديد تجدير هذه الكراهية في الشعب بعدين لما تصير هذه الكراهية تداعيتها خطيرة بمن يلجأون؟ يلجأون إلى المثقفين الأكاديميين الناس الذين لديهم وعي حقيقي بتداعية هذه الأزمات تعالوا قالوا هذه الكراهية صارت تهدد تهدد وصارت خطر على الأمن القومي لا حذاري ثم حذاري أن تجذلوا الكراهية اختلفوا الحكومات طبيعي تختلف الحكومات واختلف الحكام ويتناحرون ولكن تحويلها إلى كراهية بين الشعوب تخلي على المثقفين أن يتحركوا المثقفين أن يتحركوا أما الإعلاميين طيب على المثقفين أن يتحركوا وأنت تحركت أنت اتخذت المبادرة وتحركت ولكن حتى عندما تحدثت أو حتى عندما اتخذت هذا الموقف الأقرب إلى الحياد إذا صح التعبير هجمت من قبل العديد من الأطراف حول أنك كما يتهمون كل المثقفين العرب يتهمونهم اتهامات بالارتزاق اتهامات بتغيير المواقف اتهامات بأنهم يبيعون ويشترون المواقف يعني كيف ترد على هذه الاتهامات والتي لا تطالك وحدك ولكن تطال العديد من المثقفين العرب في هذه الفترة الذين يعني بدراسة إلى الذين يوجهون هذه الاتهامات انقسموا إلى أقسام هناك جهوش إلكترونية لديها أجندات معينة تابعة لأجهزة معينة تريد تمارس الضغط على المثقفين حتى إما أن يخاف الخوض في مثل هذه الملفات بسبب الحملات التي تشنع لي في شبكات التواصل الاجتماعي أو أنه يغير رأيه ويعتقد أنه هذه الحقيقة وهناك بعض الجهات المعروفة كمعروفة وناشطة في شبكات التواصل الاجتماعي توز هذه الاتهامات لأنه غريبة أنت دائما متهم حقيقة لما تعلن نفسك مع قطر حيقولوا أخذت الرز القطري عندما تعلن نفسه شيء آخر مع هذه الجهة أنت تأخذ هذه الجهة أنا لم أقول يوما في هذه الأزمة الخالجية أنني مع طرف من أطرف ومن يقول هذا ويزعم أنني كاذب ولكن لاحظت شيء أنا عندي سنوات وأنا أكافح في المشروع الإيراني المشروع الإيراني يتحرك في الدول العربية وخاصة مثل الدول المغاربية كالجزائر يتحرك عن طريق زرع فوبيا تجاه كل شيء يتعلق بالمملكة العربية السعودية معناها السعودية سيئة معناها الوهابية سيئة معناها مدام الوهابية إذن المذهب السني سيء إذن أيها الناس خليكم من هذه تعالوا إلى إيران التي فيها المقاومة والممانعة وما إلى أذى يكون أنا أحارب هذه الكراهية وأرفض هذه الكراهية تجاه قطر أيضا أرفضها رفضا قاطعا لأن هذه الكراهية لن تؤدي إلى شيء لذلك أقول أنه يعني صار في الذهنية العربية للأسف الشديد لم تعود هناك أفكار خلاص صار العقل يباع ويشترى أي واحد يقول كلمة تأتي في صالح طرف معناها الطرف هذا هذا دفع له أنا وجدتهم صفحات على الفيسبوك على تويتر يفتح جديد يشتمني على موقف وبكرة يقول يشيد بي كأنه عبارة عن كومبيوتر مبرمج وليس شخص أنا أعرف أني اتخذت موقف من شخص بكرة لما أغرد أغرد بحذر ولكن هذا يحيلي إما أنه هذا مبرمج عبارة عن موظفين يكمل الموظف هذا مهم تويأتي الآخر ولا يدري أصل ما كتب الأول يشوف التغريدات آه تغريد أنور مالك تعالي نشتمه ولا يدري أصل أصل هذا هو الاحتمال الأكبر لذلك أنا أقول ولكن أيضا هناك أطراف إقصائية يعني أنت معي أم ضدي للأسف شديدة الموجودة بمجرد أنك تنصح تقول أن هذه الأزمة لتدعيتها وخيمة فأنت معادي هذا ومعادي هذا ومعادي كل الأطراف عندما أجلس في برنامج تلفزيوني البرنامج تلفزيوني مثلا يتناول المملكة العربية السعودية هي 11 سبتمبر هذا البرنامج أصلا بني على شئ من أجل توزيع اتهام تورط المملكة العربية السعودية رسميا في 11 سبتمبر وأنا أدافع عن رأيي أن هذا لا يمكن أن يحدث خلاص أنت مع السعودية ذت قتل رغم أن الموضوع ليس له علاقة ورغم أن الموضوع أصلا مثلا في الجزيرة أنا أعتقد أنه يجب أن نترفع شوية عن هذه الذهنيات نحترم عقول الناس هذا كاتب مثقف قال رأيه أكيد قناعته إذا كان أردت أنه قناعته خاطئة أقدم البديل أحاول أقنعه بطريقة طيبة وطريقة محترمة أنك تحرض عليه الجيوش الإلكترونية وتحرض عليه بعض الأشخاص وتبعده للأسف الشديد يعني صراحة الإعلام المحسوب على الدول التي تقاطع قطر لا يفتح المجال إلا الذي يعادي قطر فقط في حين أنه أنا أشارك في الجزيرة وهاجمت الجزيرة في أستوديوهات الجزيرة وليس هذا يعني أنني أشيد بهذا مع هذا لا هناك كثير من الأشياء التي تحرض تحرض على هذه الكراهية وعلى هذا العنف اللفظي المستعمل من الأطراف كلها للأسف الشديد وهذا لا يليق بالإنسان الخليجي المعروف بأخلاقه وعروف برقيه في كل الجوانب نعم لحظت فقط ونعود إليكم نعود إليكم وإلى برنامج الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية أستاذ العزيز نعود إليك أستاذ أنور مالك للحديث الآن فعلا عن مدى الظلال القاتمة التي تركتها هذه الأزمة على الأمن القومي العربي يعني حالة التشردم التي يعاني منها الوطن العربي منذ سنوات جاءت هذه الأزمة لتخلق أو لتصدع المنطقة العربية بشكل آخر بسبب التخندق سواء مع هذا الطرف أو مع هذا الطرف كيف تقيم الحالة؟ بلا أدنى شك أنت ذكرت هذا أمر مهم كثيرا أنه قضية هذا التشردم هو البيت العربي كله متشردم من زمان طويل وكنت أتابع كثيرا ما يحدث في سوريا ودائما أتسائل لماذا هذه المدة يعني أصدقاء الشعب السوري عدد دول أكثر من مئة دولة ولحد اللحظة لا يوجد مواقف تثبت على أنه يكون تأثيرها في العالم حتى تفرض خيارات وتحمي الشعب السوري من هذه المحرقة التي يتعرض لها لكن مع الأزمات التي حدثت تأكدت بأنه لأن هذه الدول خلينا مما تظهره في الإعلام يعني في أجهزتها الداخلية مختلفة اختلاف جذري ولا يمكن أن تلتقي في سوريا أو في غيرها أنا أعتقد أن هناك تحديات كثيرة بلا أدنى شك هناك تحدي الاستبداد في العالم العربي ودائما أقول أن الاستبداد لا أعممه على كل الدول ولكن استبداد في دولة واحدة سيكون لها تأثيرات على كل الدول لأنه صارت الأمور مرتبطة الاستبداد يؤدي للإرهاب الإرهاب صار عابر للحدود وليس يعني صار ينفذ بطريقة عجيبة ليس الجيوش تتحرك بل فكرة تتحرك وبعد ذلك تتحول إلى جريمة فعلا أعتقد أن هذه الأزمة أثبتت أن لا يوجد هناك يعني كيان عربي واحد يحمل أمن القومي التفكير بالعقلية الاستخباراتية والأمنية ليس الحل التفكير إلا بمواجهة الفكرة بالفكرة ليس الحل لأن هناك مشاريع في المنطقة تتسابق هناك عدة مشاريع هناك مشروع إيراني فارسي وهناك أيضا مشروع تركي هناك مشروع كردي الآن هناك مشروع غربي هناك مشروع إسرائيلي صهيوني هناك كل هذه المشاريع وفيه مشاريع كثيرة ورح يطلع لنا مشروع صيني ومشروع هندي ومشروع باكستاني ورح تطلع كل هذه المشاريع كل هذه المشاريع تتنافس في المنطقة العربية بسبب ثرواتها النفطية بسبب الخيرات الموجودة فيها بسبب مواقفها الاستراتيجية بسبب وجود الممرات الاستراتيجية في الأنهار والبحار أعتقد أن كل هذه الحيثيات جعلت على أن الأزمة التي حدثت بلا أدنى شك سيكون لها تأثيرها أولا في مجال مكافحة الإرهاب فهناك خلاف في تفسير مصطلح الإرهاب سنعود إلى مسألة الإرهاب بعد قليل لأنه موضوع مهم جدا ولكن سأوجه السؤال الآن الأستاذ أنور مالك أستاذ العزيز أنت تتحدث والدكتور علي تحدث أنه لماذا تختلف الدول الخليجية وهي يجب أن تبقى تحت منظومة موحدة مجلس التعامل الخليجي ولديها هي هذه الدول أساسا كلا لديها قبل هذه الأزمة مشاريع مختلفة سواء في سوريا سواء في ليبيا سواء في اليمن يعني لم تكن متوحدة حتى في الرؤى وفي المشاريع وفي الأهداف التي ذهبت من أجلها إلى تلك البلدان أنا أعتقد أنه الخلاف في سوريا وفي اليمن ليس إلى أنه خلاف يعني جذري وشامل بينها الدول الخليجية أعتقد أنه فيه اتفاق من حيث المبدأ على ضرورة دعم الشعب السوري في ثورات وهو أيضا الحفاظ على الشرعية في اليمن أيضا هناك اتفاق مبدئ لكن الاختلاف في الوسائل التي حدثت يعني على ما يبدو هناك اختلاف في الوسائل مثلا نجد قطرة التهم أنها تدعم جبهة النصرة من طرف الدول الخليجية الأخرى في حين دول الخليجية الأخرى أيضا قالت يجب أن ندعم الجيش الحر هناك خلافات أيضا في عدة مشاهد قضية مثلا إدراج بعض الأطراف كجماعات إرهابية مثل قطر أنها ترفض إدراج جماعة الإخوان أن المسلمين كمنظمة إرهابية في حين دول الأخرى تسر على هذا الأمر بحكم علاقتها مع مصر مع مصر يعني مثل هذه الخلافات بلا أدنى شكرا حكون لها تأثيرات لأن المنطقة مقبلة على تحول وأعتقد أنه الآن ظهرت كثير من المبادرات التي توحي أنه البيت الخليجي سيتزعزع داخليا نجد مثلا أن تحركت جهات تدعم المعارضة القطرية تحركت الآن جهات أخرى تدعم ما يسمى أيضا بالمعارضة السعودية ربما تظهرنا أيام القادمة المعارضة الإماراتية أيضا مدعومة لأول مرة يحدث في البيت الخليجي أنه تتوجه الدول الخليجية إلى دعم خصوم رغم أن الثقافة الحكم هي تقريبا متقاربة نفسها يعني عن طريق البيع وعن طريق هذه الأشياء مثل هذه كلها أعتقد أنها مؤشرات على أن البيت الخليجي مقبل على هزات كبرى كما ذكرها الأستاذ الفاضل على قضية الاقتصاد الوضع الاقتصادي دولي كله يعني يعاني والدول التي كانت دائما في الأزمات الاقتصادية الكبرى بعيدا على أي خلل اقتصادي هي دول الخليج الآن الدول الخليج تعاني وتمارس التقشف وتتجه نحو اتجاهات أخرى لتحريك اقتصادها وإعادته إلى المكانة التي كان عليها أعتقد كل هذه المؤشرات ستساعد بلا أدنى شك في دعم تصورات شديدة ستضرب الأمن القومي الخليجي أولا والأمن القومي الخليجي هو الأمن القومي الوحيد المرتبط بالأمن القومي العالمي فكل دول العالم تنظر إلى الخليج ليجعل أنه أمنها القومي مرتبط بالخليج فهناك النفط العالمي كله تقريبا من الخليج هناك أشياء كثيرة هناك الثروات هناك أشياء كثير من الأمور ينظر إليها لذلك الأمن الخليجي من الأمن العالمي وليس من الأمن العربي فقط لذلك أعتقد أنه مثل ما يحدث الآن إما أنها عملية جراحية لتصحيح المسار إلى أخطاء لا نعرفها نحن المتابعين من بعيد يعرفها الحكام وأصحاب القرار أو أنها أزمة كبيرة صحية كبيرة ستضرب إلى الجميع أنا أتمنى أن ما حدث في البيت الخليجي هو عبارة عن عملية جراحية وأتمنى من أصحاب القرار الذين يدكون طبيعة هذا المرض وطبيعة هذا الوباء أو هذا الورم الذي جعلوا منه قاموا له هذه العملية الجراحية أتمنى أن يتفقوا فيما بينهم حتى تكون عملية جراحية صحية لكل البيت الخليجي كله بلا استثناء وليس مجرد أزمة صحية ستضرب الجميع نعود إليكم وإلى برنامج الساعة الخليجية على أثير منتكر الدولية وضيفنا في الستوديو هو الكاتب والناشط الحقوقي أنور مالك نرحب بك مرة أخرى أهلا بك استمعت إلى ما قاله الدكتور علي لا أدري إذا كان لديك إضافة فيما يتعلق لمفهوم الدولة الحديثة في الخليج بلادنا شك يجب أن يتطور مفهوم الدولة ويتجاوز حدود القبيلة وحدود الولاء وحدود البراءة من الحاكم يجب أن تكون أكبر الجنسية من أن أريد أن أعلق على مسألة الجنسية الجنسية ليست هبة من الحاكم تمنح إلى من تريد يريد المنحها لمن يريد وينزحها لمن يريد الجنسية هي هوية مواطن ويعتبر تعصف تعصف بحق القانون الدولي أن تمنح أن تنزع جنسية من مواطن أو تترك مواطن ولد على أرضك وعاش سنوات طويلة هو بلا جنسية ونحن نعيش في زمن أنت تسافر إلى بلد من قوة عظمى تعيش أربع خمس سنوات تستطيع أن تأخذ جنسيتها وتعامل كمواطن عادي كأنك أب عن جد بولود في هذه البلاد يعني أعتقد أنه استعمال مثل هذه الأسلحة في مثل هذه الأزمات أعتقد أنه خطأ كبير خطأ كبير أما نقطة أخرى بالنسبة إلى المعارضة المعارضة يكفلها القانون الدولي أن يكون الإنسان عنده رأي ضد الحاكم أو يختلف معه الحاكم لكن هذا يكفله القانون الدولي والدول التي وقعت على مثل هذه المواثيق يجب أن تلتزم بها لكن أن تستحمل المعارضة كأداة لتصفية حسابات أخرى كما يستعمل العلاقات بين الحكام عندما تكون الدول علاقتها فيما بينها جيدة تسلم المعارضين إلى بعضها البعض وبينهم الذين يتعرضون للتعذيب وحتى الإعدامات ولما تكون علاقات سيئة أن أستعمل المعارضة أعتقد أن هذه كلها أسليب لا تبني دول ولا تتطور به ولا تصنع حقيقة المواطنة بل أنها تهدم قيمة الدولة في عمق الإنسان هذا هو الشيء الذي يجب أن ينتبه له خاصة في دول مثل دول الخليجية كتبت مقالا مؤخرا تحت عنوان حذاري أيها الخليجيون لفتني في المقال ما تحدثت عنه قبل قليل موضوع الإرهاب وموضوع اللعب بورقة الإرهاب واتهامات الإرهاب لكل طرف من أطراف هذه الأزمة يعني لا أدري إذا كان هذه المخاوف مبررة أخطر ما في موضوع ما يحدث الآن في الخليج هو تبادل والتباري بكورة نار اسمها الإرهاب هذا يتهم الآخر بصناعة الإرهاب هذا يتهم مناهج طرف الآخر أنها بيئة تنعش الإرهاب ويتبادلون في تهمة الإرهاب ربما الآن في الإدارة الأمريكية أنها منحازة إلى طرف ضد طرف آخر لكن ستأتي إدارة أمريكية آخر ستنحاز إلى الطرف التي كانت ضد الإدارة الأمريكية السابقة وتأخذ من الطرف الآخر الأموال هل هي منحازة إدارة الأمريكية؟ نجد بأنها ربما تستغل هذه الأزمة وتنحاز لكل طرف في كل لحظة أنا أعطيتك فرذية فقط مثلا أعطيتك فرذية لو أنه نفرض أن هذه الإدارة الآن ولكن الإدارة الأمريكية الآن هي إدارة يقودها رجل تربى على منطقة تجارة في كل أزمة يرى الفوائد التي سيجنيها فقط يقيسها بمعيار اقتصادي لأن أمريكا الآن تعيش مرحلة سيئة اقتصاديا الآن جات مرحلة فقط جلب الأموال بأي طريقة كانت بيع الأسلحة بيع حتى ممكن نسمع قريبا أن أمريكا تصنع أدوات التعذيب التي تجرمها القوانين الدولة وتبيعها بعض الحكومات وبعض الأنظمة الإرهاب هو أكثر أخطر الملفات الآن أنا لما أشاهد وسائل الإعلام المحسوبة على هذا الطرف ماذا تقول على قطر والمحسوبة على قطر ماذا يقول على الطرف الآخر وصلت حد محاولة الزج بدول في حادثة 11 سبتمبر رغم أن حادثة 11 سبتمبر ما نكون أغبية ونقول بأن الجهة التي اختارت 15 سعودي جنسية يعني متهمين على كل حال الآن يعني يبقوا دائما مفترضين على حسب ما قالت الإدارة الأمريكية هم الذين نفذوا العملية وما بعه اثنين من الإمارات ومن مصر وحتى قطر تتهم على أنها آوت العقل المدبر 11 سبتمبر خالد الشيخ محمد أعتقد أن كل هذه الحيثيات ستستعمل ستستعمل مستقبلا وتبتز كل دول الخليج بل أنها لن يتوقف الأمر على 11 سبتمبر بل أن الأحداث التي حدثت في دول أوروبية كلها ستدفع فترتها دول الخليج لأن داعش هي بنت القاعدة والقاعدة خرجوا من رحم الأفغان العرب والأفغان العرب كانوا يوما ما مبجلين ومدعومين من طرف منظمات من طرف هيئات من طرف حكومات وغيره 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 أنا أعتقد أن على دول الخليج أن تعالج مسألة الإرهاب في دوائر أجهزة ولا تتبارى بها إعلاميا وتقنع المشاهد الغربي على أن الدولة السعودية أنها منهاجها الطربة ويصنع الإرهاب وقطر أنها تمول الإرهاب وهذه المواد أنا متابعة الإعلام الغربي وأجدهم مثل هذه الأخبار كيف يسوقون لها يا سياتي يوم تتخذ قرارات وتتخذ هذه المواد كأدلة إدانة لأنه إلا الإرهاب لا يعالج في دوائر القضاء صار يعالج سياسيا أكثر مما أنه يعالج قضائيا وقانونيا ولهذه اللحظة لم نجد هناك تعريف أو حتى قانون الإرهاب أخطر ظاهرة الآن تهدد العالم لهذه اللحظة لم يسن له قانون خاص يعرف ما معنى الإرهاب ويستثني حق الدفاع عن الوطن في حالة الإعمار يستثني المظاهرات الشعبية أو الشعب عندما يدافع يتظاهر من أجل سلميا من أجل إصلاحه كذا وكذا أعتقد أن مثل هذه الحيثيات ملف الإرهاب سيكون أخطر الملفات على دول الخليج كلها الآن سيتلذذون بهتبادل هذه التهمة من أجل تصفية الحسابات لكن سيأتيوا ويتلذذ غيرهم بدفع ضريبة هذه اللذة التي يعيشونها الآن في ظل هذا الخصوم وهذه الأزم أستاذ أنور ما رأيك بهذا الكلام؟ أنا أرى أحيانا أن هناك بعض التحامل ليست التحامل ولكن تعليق أخطاء أخطاءنا على شماعات مثل المشروع الإيراني المشروع الإسرائيلي أحيانا يكون أيضا لدينا أخطاء في قراءة التاريخ أخطاء في حساب حساب خطوات المستقبل ويتم تعليقها على على الآخرين أو يتم تعليقها على مشاريع الآخرين ما رأيك؟ تحضرني مقطع لنزار قباني أن الغزاة لا يتسللون من حدودنا بل يتسربون كالنبل من عيوبنا هذه الحقيقة الموجودة لو لم تكن لدينا أخطاء ولدينا عيوب ما دخلت كل هذه المشاريع أصلا المعادية لوجودنا هذه الإشكالية الحقيقة لا يجب فقط عندما نتحدث عن خطر المشروع الإيراني أو أي مشاريع أخرى تهدد المنطقة والمشروع الصيوني الذي هو يعني رقص المشاريع وكل المشاريع الأخرى هي عبارة عن أدوات لما عندنا نتحدث عن هذا الأمور لا يعني أننا نعلق على الآخرين أن نريد أن نوعي الناس هناك مشاريع تعاديكم هناك مشاريع تتربص بكم هناك مشاريع تريد أن تمزق أوطانكم ولكن هذا لا يعني أن نتخاذ على عيوبنا أزمة الخليجية بحد ذاتها بقدر ما فيها من سلبيات فيها إيجابيات أخرى تتمثل في كشف هشاشة الصف العربي وكشف ما يجري تحت الطاولة داخل دوائر صنع القرار في العالم العربي أنه لا يوجد اتفاق أصلا حتى على يعني وصف المشاريع المعينة أو تقديرها فنجد مثل الآن الذي أخشاه مع أزمة الخليج أن يظهر حلف استراتيجي جديد وهو بدأ يتشكل حلف تركي إيراني قطري مع النظام السوري مع حزب الله مع كل الميليشيات الأخرى ومعه حتى داعش أعتقد أنه إذا تشكل حلف استراتيجي ونجحت إيران مرة أخرى في التموقع استراتيجيا في وصف المنطقة في العالم العربي فكل ذلك سيواصل عملية التخريب وتفكيك البنية الجغرافية والبنية الديمغرافية للعالم الإسلامي فتفكيك على أسس دول عرقية أنت ذكرت مثلا ذكر الدكتور زيد منذ قليل على قضية إنشاء دولة يهودية في المنطقة هذه كانت خير مقبولة أصلا حتى لذهن عقليات منطقة الشرق الأوسط ولكن مع وجود دولة أخرى دولة إيران التي هي أيضا دولة دينية مع وجود كيان داعش الذي تشكله وفجأة اختفى وربما سيظهر في صورة أخرى أو على شكل تنظيمات أخرى مستقبلا أعتقد أن وجود مثل هذه الكيانات مع وجود دول ذات تتوجه عرقي عرقي هذه دولة عرقها كذا وتشكل كردستان دولة أيضا ذات عرق كردي وكذا كذا تشكل دول على أسس طائفية وعلى أسس عرقية في المنطقة هذه كلها خدمة للكيان الصهوري في المنطقة العربية إذن المشكلة الأساسية أنه لا يجب أن نعلق أخطائنا على الآخر يعني يجب أن نعالج أخطائنا بشفافية أخطاء الحاكم وأخطاء المحكوم لا يجب أن نقول أن الحاكم الفلاني مقدس يوحى إليه من السماء لا يمكن أن يخطأ ولا يجب أيضا أن نقول أن هذا الحاكم آخر شيطان كلنا بشر وتنظيمات ومنظمات وأنظمة وحكام ومحكومين كل فيهم ما فيهم وعليهم ما عليهم ولكن يجب علينا أن نراجع أنفسنا أعتقد يجب استغلال أزمة الخليج هي وقعة تنتهى الأمر لكن يجب أن تتخذ مصار إصلاحي للبيت الخليجي وللبيت العربي أنت قلت في مقدمة الحلقة على أن الأزمة خليجية في البيت الخليجي منذ بدايتها بدأت معها مصر ومصر لا تنتمي إلى البيت الخليجي وبعد طلعت واحدة اسمها جزر القمر أو واحدة دولة أخرى طلعت مع هذا الطرف وزير الخليجية السعودي عادل جبير قال أن الأزمة ليست أزمة خليجية بل أزمة كل الدول العربية إذن أعتقد أن هذا سيتمدد وأخشى ما أخشى أيضا أن تتحرك لنا دول أخرى عرقية دولة بربرية أو أمازيغية في شمال إفريقيا وهكذا وهكذا وتتفتت أوطانا حذاري من تفتيت الأوطان مهما كان الخلاف بين الحكام نعود إليك أستاذ أنور مالك وهي دقائق أخيرة تفصلنا عن نهاية هذه الحلقة لا أدري إذا كان لديك تعقل بداية على ما قاله الدكتور زيد في مسألة غياب الوعي العربي وغياب مسألة نعم ما قاله صحيح هناك غياب الوعي حقيقة وهناك تخدير أيضا للوعي العربي بأشياء لا تنفعه أيضا تخدير من أينه؟ تخدير تخدير سياسي تخدير إديولوجي تخدير بأفكار أصلا لا تنمي الأوطان الوطن يجب أن ينمى بأفكار أفكار تتواسع مع العصر أصر أفكار شاملة وكاملة تنطلق من هوية الإنسان حقيقة ولكن أيضا هناك يجب أن تكون هناك عصرنا لهذا الأفق أنا أعتقد أنه بعض يتم تخدير شعوب شعارات كثيرة مثل ما تقوم هذه المشاريع المعادية التي لا نلومها كما قال الدكتور زيد حقيقة لا نلومه عدو يعمل على عدم وجود أي مشروع عربي الآن المشكلة غياب مشروع عربي حاولنا تفائلنا مع عاصفة الحزم أنه تكون مؤشر لتشكيل قوة عربية يكون لها موقف كل من كل القضايا ولكن للأسف الشديد هذه الأزمة الخليجية مزقت هذا التصور ونتمنى نتمنى من صناع القرار الآن أزمة بين دول وليست بين عائلات أزمة بين دول وأطراف فيها دول كبرى لذلك على الجميع أن يتنازل أما أن هذا يريد أن يفرض ذاك حتى يظهر في السوشيال ميديا على أنه معه حق وأن ما قام به صحيح أعتقد أن الدول إذا تفكر في المستقبل الأجيال القادمة لا تفكر بهذه الطريقة بل تفكر بطريقة المصالح الكبرى وما تترتب من فاسد كبرى في الطريق هذا إذا كان تم اختياره وتركوا ما هي المصالح التي ترتب عليه إذن الموازنة بين المصالح والمفاسد في قضية أزمة الخليج يجب أن تكون وهذا لن يأتي إلا عن بوابة مصالحة حقيقية وصادقة وتتم معالجة الأسباب مثل ما لم يخبرون بالأسباب الحقيقية للصراع يريد يعالجوها وسنفرح ونرقص عندما يتفقون فيما بينهم وتظهر ولكن العلاج الشكلي والمكياج الشكلي للأزمة من دون معالجة جذورها وأسبابها إذا كانت في 2013 أو 2014 أعش أدت إلى تلك الاتفاقية ما بين السعودية وقطر والآن أزمة هذه المقاطعة التي تصورها قطر على أنها حصار أر وربما المستقبل سيؤدي إلى أشياء أخرى لا قدر الله لذلك أعتقد أن معالجة الأسباب ومعالجة المواقف في القضايا المصيرية بما يتفق مع القانون سوريا ليست مصالح استراتيجية فقط بل هناك جريمة ضد الإنسان يجب أن يعامل معها في اليمن أيضا هناك صراع كبير هناك جرائم ضد الإنسانية هناك انتهاكات كل هذه الملفات ستستعمل لاحقا الآن يروجونها إلى انتهاكات التحالف الدولي وتشكيل لجان تحقيق أعتقد أنه ستشكل مستقبلا وستحاول أن تبتز كل الدول التي شاركت في التحالف بتهم الجرائم ضد الإنسانية مثل ما يستعمل إرهاب يستعمل ملفات حقوق الإنسان وتبقى الدول العربية مع حل ابتزاز إذا لم يتشكل مشروع عربي حقيقي قوي متفق عليه واضح في مواجهة مثل هذه التحديات سواء الداخلية أو الخارجية نعم بالحديث عن حقوق الإنسان دعنا نتحدث قليلا عن تداعيات هذه الأزمة على حريات الرأي والتعبير في منطقة الخليج يعني أنت شاهدت ربما هذه الكمية من الاعتقالات التي تمت في عدة دول خليجية صحيفة لوبوان أو مجلة لوبوان فرنسية كشفت مؤخرا عن أن قطر قد اعتقلت أكثر من 20 شخص من الأسرة الحاكمة لأنهم يقفون مخالفين لما يراه أمير قطر في السعودية نفس الشيء حدث ضد مجموعة من الكتاب ومن الناشطين في الإمارات ربما لا توجد معلومات الأزمة الخليجية كشفت عن تراجع كبير في حريات الرأي والتعبير في منطقة الخليج أليس كذلك؟ بلا أدنى شك أن حرية التعبير يعني تعاني في العالم العرابي كله وليس في الخليج فقط هذا من حيث المبدأ أما من حيث المبدأ الثاني توقيف الأشخاص بأسباب أراءهم هذا مرفوض في القانون الدولي ولكن إذا كانت هذه أراءهم لا تحرض على عنف ولا تحرض على إرهاب ولا تحرض على عنصرية ولكن أنا أعتقد على أن الصراع القائم حدته يعني ولد حادا وهذه الحادة أدت إلى تعداعيات كثيرة الاعتقالات الهجومات اللي حكينا عليها غير المبررة الضرب يعني تحت الحزام لعب الأوراق في الخارج في محاولة كل طرف يحاول تشويه الآخر استعمال كل الطاقات من أجل كل طرف يريد أن يظهر أمام الرأي العام أو يحصد الرأي العام العربي أكثر الغربي من أجل أنه موقفه يعني على صواب أعتقد على أن الأزمات ضحاياها دائما الحقيقة والقيم الإنسانية والقيم الأخلاقية وأعتقد أن الحقوق الإنسان هي من كلها من القيم الأخلاقية التي يجب الحفاظ عليها يجب الحفاظ عليها أحيانا دولة فيه شخص لم يسمع به أحد ولم يتكلم به أحد عندما يقومون باعتقالي يشير كل العالم يتكلم بإسم ويتحدثون ويرجعون حتى إلى الأفكار القديمة أنا شفت أشخاص من الذين تم إيقافهم في السعودية كان الناس فيهم كثير ما بحثوا عنهم بحثوا حتى على محاضراتهم في سنة 1980 يعني هبت يعني هبة كبيرة وإحياء كبير إلى هذا الشخص كان قبله ساكت ولا حد يتكلم عليه هو تم توقيفه صارت الناس كل تتكلم على لسانه أنا أعتقد على أن الحقوق والحريات يجب الحفاظ عليها أيضا الأمن القومي يجب الحفاظ عليه لأن هذا بلا أدنى شك وفق معايير معينة تكون للسلطة للقضاء وليس للأجهزة الأمنية أو الأجهزة الاستخباراتية أو الأجهزة التابعة للحاكم الفلاني أو العلاني في ساحب الجنسيات توقفات هذه الأشياء كلها بلا أدنى شك مرفوضة ولكن الأزمة الحادة الحمد لله أنها ما وصل الأمور إلى اغتيالات هذه أنا كنت أسأل الله أن لا تصل الأمور إلى حدوث اغتيالات حتى غاندي خلى كلمة مشهورة قال كلما يبدأ حدث تقارب بين المسلمين والهندوس يوجدوا على حدودهم بقرة مذبوح الهندوس يعبدون البخرة يقولوا هما المسلمين ذبحوا لكم إلهكم أعتقد أنه أتمنى أن لا تدخل جهات أخرى لتعفن الوضع أكثر عن طريق اغتيالات أو تصفيات أو حتى مشاريع اغتيالة رؤوس يعني لديها سلطتها في أحد الدول الخليجية هل تتوقع أن تصل الأمور إلى هذا الحد؟ كل المؤشرات تخلي الأمر مفتوح على كل الاحتمالات ولكن يعني بحكم التفائل الذي يجب أن تفائل لا أتمنى أن تصل الأمور إلى هذا الحد أعتقد أنه هذه المرحلة هذه الأيام الأخيرة نعيش صمت أعتقد هناك نوع من الصمت مما يؤشر ربما على محاولة علاج الأزمة داخليا بدونها بعيدا عن الإعلام ولكن نتمنى أن تحل لأن هذه الأزمة تداعيتها ستطرف إلى أن تتجه يعني بخلال أقل من دقيقة إلى أن تتجه هذه الأزمة برأيك السقف الزمني لنهايتها أو لإنهائها إذا أحكي لك أنور مالك وبحكم ما أريده وأتمنى أن تحل قبل أن أغادر هذا الأستوديو ولكن الحيثيات كيف ننظر لها والتداعيات وهذه الأشياء أعتقد أنها ما زال ربما تمشي في اتجاه الحل حلة ولكن بالتدرج المرحلية وستأخذ بعض الوقت لأن الجرح الذي تركته هذه الأزمة في النفوس هذا الجرح يعني عميق جداً عميق جداً عميق جداً والكراهية التي شجعتها بعض وسائل الإعلام للأسف الشديد التي تخلت عن المهنية والاحترافية الإعلامية تحولت إلى منابر تأتي كل تجار الأزمات الذين ينتظرون حدوث مثل هذه الأزمات كي يملأوا جيوبهم من خلال الطعن في الآخرين للأسف الشديد أستاذ أنور مالك الكاتب والناشط الحقوقي شرفتنا اليوم بتواجدك معنا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية وفي برنامج ساعة خليجية شكراً جزيلاً لك شكراً لك وشكراً للمستمعين الأفضل على حسن المدى